في القدس العربي أيضاً لبيد مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تصون مصالح إسرائيل أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي أير لبيد موافقة أولية على مسودة للاتفاق تتوسط فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان وقال أمام الحكومة إن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل كما أعرب لبيد عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان الغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه وقال لبيد إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر الاستشارات القانونية وينظر لبنان أيضاً في مسودة الاتفاق من جانبه أكد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله أن لبنان أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي وأوضح نصر الله في كلمة متلفزة بثت وسائل إعلام محلية أن تسلم لبنان بشكل رسمي المقترح لمعالجة الملف خطوة مهمة جداً وشيراً إلى أنها ستأتي بعد أشهر من النضال السياسي والميداني والإعلامي